السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد سوف نشارك معكم في طريقة تخليل الخضر والليتوماتسوغيز سوف نجعلهم بطريقة مميزة بالنسبة لليتوماتسوغيز سوف تلقوا حتى الفيديو في موهد الخضر في القناة الثانية كوتشيغسات كويزين بالنسبة لهنا سوف نحتاج واحد القطعة سوف نحتاج الجزر اللفت والشيف لور كيف ما غادي تشوفوا معايا راه طريقة بسيطة وسهلة من بعد ما كان الخضر ديالي هنا يشتوا الناس شيف لور كان قطعوا على هاد الشكل ضروري انكم تقطعوه مهم على القياس اللي بغيتو على حسب القرعة اللي غادي تستعملوا بالنسبة للقراعي تستعملوا قراعي اللي يكونوا متوسطين باش هكدا ما كيتخسرش لكم الخضراء مني تبغيوا تستعملوا تجبدو القرعة اللي في القياس ديالكم بحل مثلا غادي تستعملها في ديك 15 يوم ما تحتاج انها تخسر لك فوق ديال الصيف بطبيعة الحال مني كتحلوها كتديروها في تلاجة وفوق البردره ما كتحتاجوش انكم تديروها في تلاجة يعني كتستعملوها عادية يعني 15 يوم تقريبا باش تحتاج هاد القضراء مني كتحلي القرعة يعني مني كتس مني كتحلو القرعارة كي يبقى عندكم مشكل انها ضغيكة طيب وتقدر تخسر لكم المهم هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد مما قطعت نقيت الخضراء وقطعتها غادي نديرها بطبيعة الحالة غادي نشرل كله بوحديتها هنا وريتكم كيف اشكل طريقة ديال تقطع بالنسبة لما عندكم شهد القطعة هادي اصلا ما تهرسات يمكن لكم تقطعوه عادي يعني باي حتى بالموس ماشي مشكل يعني الشكل كي يبقى اختياري لكم غيا هكا كتعطي واحد المنظر زوين متني كتحطي افط بيصلات هكا مع زوية الناس مع ذاك شي كتعطي واحد المنظر زوين وصراحة هاد الخضر مفيدين بهالطريقة كتقدري انك يتاكل خاصة الناس اللي كيعزوهم كيعجبوهم الحمضيات كي ياكلوا هاد الخضر بكمية اللي زوينا فوق الصيف وتفوق الصراحة وحتى الناس مني كيجو عندك على غفلة كتكوني مشطونا غي معا باش توجدي ذاك الطبق الاساسي بعدها هادو كتكون الخضيرات كتزيني بهم الطابلة ديك المهم من بعد ما قطعت ذاك الخضيرات كامل هوم وشللتهم كيفما شفتوا معايا اه هنا يريطوا متسوغيس غادي نصيبهم فاد القرعة وبالنسبة للخضراء غادي نصيبها فاد هاد القرعة الكبيرة ما قالوا لي مسواقش تقولي البرتمان نخلي البرتمان الموالي احنا مغاربا ندرب اللغة مغربية دينا مهم باش غادي نسمع انا هاد لغو خضر غادي نحتاج الخل اه الحامض اللي قطعته قطاعات صغار عندي الزعتر عندي اه القصبور حبوب عندي التوم وعندي هاد السلسة الحارة اللي سريبت معاكم ورغا تلقوا الطريقة ديالها في القناة ديالي السلسة كنت ديرها تدرتها حمراء ودرتها خضراء تقريبا طريقارة وخمختالفة شوية اه كتبقى اه حارة زوينة كتديروها بزاف ديال وصفة ديالكم هنا الملح الخاشين ضروري في هاد الوصفة اه ولتا الملح العادي لما تفرش عندكم الخاشين يمكن لكم تستعملوه اول حاجة غادي نديرو غادي ننقيوه التوم ديالنا غادي ننقيو التوم منذ تقريبا نفس كبير هي التوم اللي غادي ننقي الفصوص دياله كاملين واول حاجة كندير هي داك القرعة ديالي الكبيرة كيف ماجهت لكم اه اختياري عندكم استعملوه ترمت وسطين ولا صغار على حساب الكيميه اللي بغيتو هنا يا غادي ندير الخضره يالوله كنضيف ليها التوم اللي نقيت من قبل غادي نضيف واحد طروفه ديال الحامض اللي قطعتهم اه وضروري كيف مشتورة كندير الخضره يالوله وعاد كنزيد المونسيمات باش تديك الخضره اللي التحت كتنسم يعني ما يمكنش تخليوها هنا في هاد الفيديو استعملت زعتار في الفيديو اللي عندي فالقناة التانية استعملت اليازير يعني بالنيسب المونسيمات ثم في الفيديو الاخر اللي كان في القناة التانية يزيد الصلصال حارة يزيد الصلصال حارة يضيف الطعم رائع ويجب أن تكون تستغني كيف تشاهد الخضراء ويضيف الطبقة يضيف المنسبة الزعطار الزعطار الثوم والحامض والمنسبة لكي تنسيت الملح لكي تجد المخلل لكي تجد المخللات هنا سوف نزيد الملح للخاشن قريبا 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 ندخل ونكدسها مزيان باش ما نخليش الفراغات من بيناتهم ودخل ليه اكبر كمية دي الخضراء ديالي في هدا في هدا القرعة هانتو ما كافي ما كالشورة كتضغط مزيان على القرعة وما تخافوش يعني يرا الخضراء ما عندها ما يطرى لها اه وضروري انكم تغطى بالماء بالنسبة للماء هنا يعني انا غاني ندير الماد الفيلتر اه انتو ما عندكمش الماد الفيلتر غادي تشدو الماء غادي تطيبوه وتخليوه يدفع شوية وتصبوه على ديك الخضراء اللي عندكم يعني اه اه ضروري يديرو الماء اللي يكون طيب ولا ما معديني لما معديني راب زافي يعني من الاحسن انكم يا اما ماد الفيلتر ولما كتطيبوه وتديروه على هاد هاد الاسميشو على هاد الخضيرة هانتو ما وراهزة الخل ضروري الخل تقريبا راها نصف كأس معا مرش يعني نصف كأس نصف كأس معا مرش يعني هانتو ما كيفاش غادي تشوفو معايا را ماشي كأس عامر تالفوق ماجي ما كاملش تال نصف وفي نصف الوقت اه ماشي قل من نص يعني تقريبا نصف زايدة عليه شوية صافي كتديروه في القرعة ديالكم من بعد غادي نضيف الماء اه الماء اللي طيب سو خليشو دفع شوية او للمكي فيما قتلكم الناس اللي عندهم الفيلتر يستعملوا ماذا الفيلتر هنا يا غادي نضيف الماء حتى كيتغطى ليا الخضرات ديالي كاملها كيف ما غادي تشوفو معايا هانتو ما كتشوفو القياس ديال المتالين اه القرعة واختكون اه اللغطاية ديالها ديال البلاستيك ضروري كنديرو لها اه بلاستيك غدائي ولا بلاستيك عادية اللي كتقطعوها على القياس ديال اللغطة ديال القرعة هاكده باش ما تصوفش لكم وما يدخلش وديك داك داك البلاستيك كيكون بحل عازل بينه وبين بين القرعة لانا ويلا كنتقعو على الغطاية ديال الحديد ضروري تديرو البلاستيك باش ما تتفعلش مع الملحة يعني انا تكن فضل حيث هذه عندها الغطاية ديالا كيف ما كتشوفو معايا ديال البلاستيك يعني غا غا نغطيها بها على هاد الشكل وباش ما يكونش كي تصرو بديال الهوا كان غادي نزيرها مزيان وغا نغطيها إلا كانت عندكم الغطاية ديال الحديد كيف ما كتلكم ضروري يديرو بلاستيك غيدائي تغطيو به القرعة ديالكم من الفوق وصفوك تسدو عليها جيدا هنا بالنسبة للخضرات ديالنا ها هي وجدات هنا غادي تكون عندي اللي غادي نشدهم حتى هما وغادي نصيبهم بواحد طريقة مختلفة اللي بغا طريقة تانية ديال تخليل ديال اللي طومات سوريز غا يلقاها في القانت ديالي تانية كوتور سات كويزين غا نخلي لكم كيف ما كتلكم الليان ديالها في صندوق الوصف هاكا اللي بغا تخليلي لها يعني الطريقة مختلفة على هادي وغادي تلقاو أنا يامنين بعد ما طابت معايا اللي طومات سوريز صيبت منهم واحد لاصوس اللي زوينا وكتستعمليها في البيتزا تعمليها في اللي بات تستعمليها في الخضر هاكا يلا بغادي تسوطيها معاهم يعني وكيف ماشو هنا يرا كنحيد لأي طماطم اللي مضروبة ولا شوية خامجة ولا هدا كنحيدها يعني بالنسبة لهذا التخليل ضروري يكونوا الخضر طريين ويكونوا نوعية جيدة يعني ما مشيتها تتلوها الخضراء عادة غادي تشديها تخليليها يعني باش ما كانت الخضراء نوعية جيدة وبقى طرية باش ما كانت النتيجة مزيانة هنا كيف ماشو معي را قاعدوك طماطم اللي مضروبين ولا شوية فيهم شوية الخماج راح يتوم هنا يا كيف غادي تشوفوا أنا واحد القرعة اللي غا تكون قيام عقمة ولا مغسولة مزيان غادي ندير فيها الطماطم غادي ندير فيها الملح الخاشين غادي ندير فيها التوم باش ننسم بيها ويلا بغيتو تزيدو تلق زبور حبوب حتى هو كنزيدوه هنا ما ضفت ليها لا ما لحت حاجة على العكس في القناة الاخرى را كنت ضفت الماء وضفت الخل وضفت اليازير وسديت القرعة بطبيعة الحالي لكان الغطاية ديالا كيف ما قلت لكم ديال البلاستيك ضروري سواء بديال البلاستيك ولا ماشي ديال البلاستيك ضروري يديرو البلاستيك الغذائي باش يكون حائل ومن بعد ما كالطي برا سيبت منها واحد لاصوس اللي بغا يلقاها رغا يلقاها في هاد القناة النيت لاصوس ديال هادلو الطماطم سوغيز را كيكونوا رائعين ولد ويمكن لكم تستعملوا لطماطم العادية يعني هاد طريقة سرية لطماطم وخا سوغيز ولا ماشي سوغيز يعني الطماطم العادية ولا الطماطم سوغيز هنا كيف مش شو معي ما درت له ما لحت حاجة كنت منها هاد طريقتنا لإعجابكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله السلام عليكم